تفقد محافظ باني سويف محمد هاني غنيم سير العمل في المشروعات الجارية تنفيذها ضمن المشروع القومي لتطوير القرى في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك بقرى مركز بيبا والبالغ عددها 46 قرية ودشن المحافظ ست محطات للطاقة الشمسية بدووين الوحدات المحلية بمركز ومدينة بيبا في إطار المشروع الطموح الذي تسعى المحافظة في تنفيذه لتوفير الكهرباء اللازمة للمباني الخدمية ومقار الوحدات المحلية والمصالح الحكومية من الطاقة الشمسية كما زار محافظ باني سويف خمسة مشروعات يتم تنفيذها بمستشفية الصدر والفشن والوسطى وشاطر زادة بهنسيا والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية أكثر من 180 مليون جنيه عندنا في باني سويف 1616 مشروع احنا بنمر عليهم نقدر نقول بشكل كامل عشان نطمن الحمد لله ان في كل القطاعات هذه المشروعات بيتم تنفيذها في مبادرة حياة كريمة تكلفة تقارب الـ 12 مليار جنيه علشان خاطر نقدر نقدم خدمة كويسة لأهلين في باني سويف خلينا نقول ان احنا برضو هنا في قارة طنصة وفي قارة ستس اللي احنا رايحين عشان نشوف بنتفقد مجمع الخدمات اللي حيبقى فيه كل الخدمات الاهلي بيحتاجواها مش حيب ومحتاجين بعد كده ان هم يروحوا للمدينة علشان ياخدوا الخدمات بتاعتهم تسهيلا عليهم وتوفيرا في الوقت والإجراءات اشتركوا في القناة